دي ريجينا وهي عندها سبع سنين سابتها مميتها علشان مش قادرة تتحمل مسؤوليتها وبعد ست سنين راحت اسم الشرطة صلمت نفسها علشان الدولة توفر لها مكان للإقامة الشرطة خدتها على مركز رعية الأطفال البنت اللي عندها 13 سنة مفيش حد عندها مهتم بيها ولا مميتها ولا بابا استقبلتها موظفة من المركز ودخلتها على السرير حتنام فيه دي الأنسة كير موظفة في المركز واللي أخدت البنت علشان تجاهزها استلمت منها الحاجات اللي كانت لابساها وكان في جبها منديل ولما رميته الأنسة البنت قلت لها ده فيه أحمر شفاة بتاع آخر بوصل أمي على خدي كير كانت متفاهمة لمشاعر البنت واحتفظ بالمنديل مع حاجاتها الشخصية دي مديرة المركز وهي شخصية حزمة والمشاعر ملهاش وجود عندها وفهمت البنت إنها لازم تكون ملتزمة بتعليم المركز وتكون مطيعة يوم الأجازة الأهالي بيجي ياخدوا بنتهم إلا هي مفيش حد مهتم بأمرها بعد ما تواصلوا مع بابها جي المركز هو والزوجته اللي رفض ياخدها بعد ما كانت عنده سببت ليه مشاكل مع زوجته وأولاده منها الأب شايف غلطت حياته اللي حصرت وهو في سن صغير ورافض إنه يتحمل مسؤولتها طلبت منه الأنسة أي معلومات عن أمها علشان يتواصلوا معيها البنات الموجودين في المركز بيدايقوها علشان ما عندهاش عيلة تهتم بيها وهي عنيفة في رد فعلها معاهم جدا جت لها الأنسة علشان تعرفها إنها لقيت ممتها وإنها هتيجي علشان تزورها آخر الأسبوع البنت كان عندها إحساس إنها مش هتيجي علشان كل السنين دي ما حاولت تشوفها البنت خدت جزمتها اللي كانت جاية بيها عايزة تكون لابسة كويس لممتها تيجي علشان تشوفها حلوة وتحبها وتكون عايزاها الأنسة عرفتها إنه لازم تستأذن قبل ما تعمل أي حاجة بعد كده جي معاية زيارة الأهل للبنات طبعاً البنت محدش جالة الأنسة لقيت لها نعتخدها علشان تشتري لها قماشها علشان تكون مميزة لما تجي لها ممتها آخر الأسبوع الأنسة بتحاول تراضي زوء البنت وتجيب لها القماش اللي هي عايزة البنت متحمسة جداً خيطت للبنت فستان بسيط بس مميز والبنت أول مرة حد يعمل لها حاجة علشان يسعدها جي معاية ممتها البنت منتظرة الكل جي أخد بناته إلا هي لسه مستنية الأنسة كل شوية تجي لها علشان تتطمن عليها البنت عارفة طبع ممتها وإنها مش مهتمة بيها المسكينة بتعايت لوحدها وحس بالوحدة دخلت عليها الأنسة طيبة خطرها وعدتها أنها مش هتكون لوحدها تاني بعد كده البنات بيدايقوها علشان ممتها مجاش ضربت واحدة فيهم والأنسة بتحاول تمسكها ضربتها غصباً عنها فاضطرت تعاقبها بس بعد جدها سمحتها على العملته طلبت منها تعتذر في السارة ليها وللبنت البنت تعلمت أول درس في حياتها إنها لما تغلط لازم تعتذر الأنسة راحت لمامة البنت تطلب منها تيجي تزور بنتها علشان محتجالها الأم مش عايزة تسمع حاجة عنها وشايفاها إنها غلطت عمرها وخاصة إنها خليفتها وهي صغيرة هي هتتجوز ومش عايزة يكون لها أي صلة بيها الأنسة مش بصدق أن الأم ما عندهاش رأحمق كده ببنتها الأنسة لأنها وعدتها إنها ما تكونش لوحدها تاني أبداً لما البنات مشوا مع أهليهم أخدتها الحمام السباحة عشان تقدي يوم الأجازة معاها خليتها تشوف حاجات مش فتهاش قبل كده في حياتها كانت حريصة على إسعدها بعد كم يوم سألتها عايزة تقدي إزاي عيد ميلادك البنت عايزة تروح تاني حمام السباحة المرة دي كانت أكتر سعادة المديرة بلغت البنت إنه فيه أسرة حتتبنيها الأنسة بتحضر لها حاجتها بس البنت متأثرة جدا إنها حتسيبها بتسلمها حاجتها البنت مردتش تاخد المنديل اللي عليه أحمر شفاية ممتها خلص ما بقتش مهتمة خاصة بعد ما عرفت مشاعر الحب الحقيقي مع الأنسة العيدة اللي خدتها أتنين كبار في السن وكان صعب عليهم يتحملوا مسؤولية طفلة علشان كده رجعوه للمركز تاني الأنسة حريصة أنها تعرفة معلومات مش عندها وكمان علمتها الإراءة والموسيقى وكانوا بيشاركوا بعض أوقات ممتعة وأول هدية البنت أخدتها كانت منها وهي جهاز تسجيل وليسجلوا عليه رسائل ليهم وهم بيتحقوا مستمتعين بوقتهم البنت لما كانت مريضة أنيسة اهتمت بيها زي ما تكون ممتها بس ده ما عجبش المديرة اللي رفضت تعاملها مع البنت بالشكل ده علشان البنت لازم تعامل مع الجنس بتاعها يعني نفس لونها علشان كده عقبة الأنسة وديتها أجازة أسبوع البنت لما عرفت هربت من المركز وراحت ليها على بيتها طبعا المديرة عنيفت البنت وقالت لها أنت سودة وعليك التعامل في المجتمع على أساس ده البنت قتلها خلاص قضي معاك في بيتك وسط عيلتك أجازة حيد الميلاد على أساس إنها من نفس اللون طبعا هي رفضت وسمحت لها تقضي الأجازة في بيت الأنسة علشان تخلص منها قضت وقت ممتع في بيت الأنسة مع مويتها وأصحابها وكانت محضرها لها هدايا مميزة البنت أول مرة تشعر باهتمام حد بيها كده أسرة جديدة تبنتها طبعا الأسرة من نفس جنسها الأب والأم كانوا مميزين وكانت البنت مرتاحة ببيتهم لكن حاول ابنهم الكبير المتبني يختص بالبنت اللي تعرضت لأصعب موقف في حياتها وهي صغيرة هربت البنت والمديرة كلمت الأنسة علشان تسألها عليها فعلا البنت راحت ليها واللي استقبلتها ممنتها الحب والاحتواء بعد الموقف اللي حصل لها تاني يوم الأنسة قررت تتبنى البنت عشان تعيش معاها ولما بلغتها البنت كانت في ممنتها السعادة طبعا الخبر ده أزعج المديرة جدا عشان ما يفعش أن تكون أم بيضة البشرة لفتاة الصودة لأنها تتبنى البنت المديرة اعترضت وقالت أن البنت عنيفة ولازم تدخل مكان للتأهيل وبسبب المديرة المحكمة رفضت تبني الأنسة للبنت ودعتها علشان حينقلوها من المركز لمركز للتأهيل في بلد تانية المديرة أخدت البنت للمركز الجديد واللي كان أشبه بالسجن البنت حاولوا تهرب بس كان صعب بدأوا يدوها جلسات علاج وجمال أدوية جديدة منعوها أنها تقابل الأنسة رغم محاولتها لكن البنت ما فقدتش الأمل على طول بتكتب جوابات للمدرسة لكن المركز ما بيوصلش جواباتها أبدا البنت حالتها بتسوق بسبب الأدوية الأنسة بتحاول توصلها بس ما فيش فايدة راحت لمديرة المركز ولي طلبت منها تبعد عن البنت علشان مستقبلها هيكون أحسن مع نفس جنسها البنت مش كويسة ولا حاجة بالعكس بتتعرض للحبس والإهنة لما جات لها المديرة البنت قالت لها عايزة تشوف الأنسة قالت لها أنها تجوز وتسافرت بعيد البنت مش مصدقة أنها مشت من غير ما توضعها قررت ما تاخدش الأدوية لسبب أنها مش فوعيها طول الوقت وحتعمل بنصيحة الأنسة وتكمل تعليمها عشان توصل للجامعة اشتغلت عن نفسها وكانت مصيعة جدا في المركز عشان تركز في المذاكرة اشتغلت علشان يكون معاها فلوس لتعليم الجامعة بعد ما وصلت للسنة خرجوهم المركز علشان تبدأ حياتها وما بيسلموا حاجتها سلموها كل جوابات اللي كانت بتوصلها من الأنسة البنت لما فتحت الجوابات لقيت أن أنسة على طول كانت بترسيلها وأن كل السنين دي ما قطعتش جواباتها أبدا انهارت وحزنت أنهم حرموهم من بعض كل الفترة دي اتخرجت من الجامعة واشتغلت كتبة وكتبت كتاب بتحكي فيه قصتها مع الأنسة على أمل أنها توصل لها في يوم من الأيام كل الليلة بتحاول تدور عليها على الإنترنت وعملت اللقاءات صحفية علشان تحاول توصل له ويوم توقيع كتبها اتفاجئت أنها موجودة في الصف قدامها شافتها على التلفزيون وكانت فخورة بيها جدا وأنها قدرت تتحدى العالم وتكون شيء مميز في المجتمع اللي رافضها من يوم ما تولدت القصة حقيقة لطفل اسماري جيتا لويس عانت من المجتمع بسبب التفريقة بين الأجناس كتبت كتاب بقصة حياتها على أمل للعالم كله يتخلص من العنصرية عندها أمل أن كل أب وأم لما يقرروا يجيبوا طفل على الدنيا يحبوه ويحموه من أسوة المجتمع